اشتركوا في القناة سنبدأ الحديث عن احكام همزة الوصل والقطع في اول الاسماء لان عرفنا ان همزة الوصل والقطع هي الهمزة التي تقع في اوائل الكلمات اذا سنتحدث اليوم ان شاء الله تعالى عن حكم همزة الوصل والقطع في الاسماء لضبط القاعدة حتى تعرف متى تكتب الهمزة في اول اسم همزة وصل ومتى تكتب همزة قطع لابد ان تعرف هل هذا الاسم الذي في اوله الهمزة مصدر او غير مصدر في هذا اليوم سنتحدث عن همزة الوصل والقطع في اول الاسماء التي ليست بمصادر وسنؤجل الحديث عن المصادر مع الافعال لانها مرتبطة بها ولكن في البداية نود ان نعرف ما الفرق بين الاسم الذي هو مصدر والاسم الذي هو ليس من المصادر معنى المصدر هو الكلمة التي تدل على الحدث الذي يقع عند قيامك بالفعل لذلك حين تقوم بالفعل اكل مثلا فان الذي يحدث هو الاكل اكلا لذلك اكل اكلا نسمي هذه الكلمة نسميها مصدر لانها تدل على الحدث الذي وقع عند القيام بالفعل نجرب الان اختلف هذا فعل لكن لو اردنا المصدر سنقول اختلف اختلافا واستخرج استخراجا هذه الاسماء مصادر وسوف نؤجل الحديث عنها ان شاء الله تعالى لنتحدث عنها مع الافعال لان القاعدة في المصادر وفي الافعال واحدة اذا المصادر ليست افعال وانما هي من الاسماء وانما اجلنا الحديث عنها لنتحدث عنها مع الافعال لان القاعدة في الافعال والمصادر واحدة وفي هذا اليوم ان شاء الله تعالى سنضبط قاعدة الاسماء التي ليست بمصادر تذكرون في القاعدة التي ذكرناها في الحروف أن قلنا جميع الحروف تكتب بهمزة قطع إلا حرفا واحدا قاعدة الأسماء غير المصادر قريبة جدا من ذلك وهو أن سنقول جميع الأسماء المبدوء بهمزة تكتب همزتها همزة قطع ثم نقول أيضا ما عدا ولكن سنستذني هذه المرة عددا من الأسماء وليس اسما واحدا الكلمات المستذنة تكتب بهمزة وصل وما عدا هذه الأسماء فإنه يكتب بهمزة قطع إذن الأصل والقاعدة هو أن تكتب الهمزة في الأسماء غير المصادر همزة قطع ما عدا الكلمات الآتية الكلمة الأولى كلمة اسم والطلاب يقعون في خطأ كبير في هذه الكلمة حين يكتب على ورقة الإجابة اسم الطالب يضع همزة قطع في حين أنه يجب أن تكتب بهمزة وصل هكذا اسم وعندنا كلمة ابن ابن تكتب أيضا بهمزة وصل وعندنا كلمة ابنه ابنه تكتب بهمزة وصل وعندنا امرأة وعندنا اثنان واثنتان هذه الكلمات مستثنى هي أشهر الكلمات المستثنى من هذه القاعدة إذن جميع الكلمات المبدوعة بهمزة تكتب همزتها همزة قطع ما عدا اسم ابن لاحظ الهمزة همزة وصل ابنه الهمزة همزة وصل امرأ كقولك امرأ القيس امرأ اثنان اثنتان ويضاف إلى هذه الكلمات الخمس المثنى منها أيضا لذلك اسم واسمان المثنى فقط أما الجمع فسيأتي أنه همزة قطع بعد قليل إن شاء الله تعالى ابن ابنان ابنة ابنتان وامرأ امرآن وامرأة امرأتان طبعا قلنا مثنى هذه الأسماء الخمسة لأن اثنان واثنتان مثنى أو ملحق بالمثنى لذلك تحدثنا عن هذه الكلمات التي تكون الهمزة فيها همزة وصل كما ترون من الأسماء وما عداها طبعا أشهر الكلمات وما عداها فإنه يكتب بهمزة قطع ونبه فقط هنا إلى أن الحكم لا يختلف حين نقول اثنان أو نقول اثنين ولا يختلف حين نقول اثنتان أو نقول اثنتين حسب موضع هذه الكلمة من الإعراب فإن الهمزة همزة وصل كما ترون إذن قاعدة الأسماء غير المصادر تقول جميع الأسماء المبدوئة بهمزة تكتب همزة وهمزة قطع ما عدا هذه الأسماء وهي أشهر أشهر الأسماء المستثنى لذلك لا بد أن تعتمد هذه القاعدة ولاحظ معي أن ضبط قاعدة همزة الوصل والقطع أذكرك مرة أخرى بأنها تعتمد على تحديد نوع الكلمة هل هي من الأسماء أم من الأفعال أم من الحروف وإذا كانت الكلمة من الأسماء فإنه يجب عليك أن تعرف هل هي من المصادر أو من غير المصادر لاحظ المصدر هو الكلمة التي تعبر عن الحدث الذي يقع عند القيام بالفعل وسوف ندرسها مع الأفعال فيما عدا المصادر جميع الأسماء المبدوئة بهمزة تكتب همزة وهمزة قطر ما عدا هذه الأسماء نلتقي في درس قادم إن شاء الله تعالى